النهاردة هنعمل فيديو اسمه فيديو المشتريات الحاجات دي اللي انا اشتريتها من محل بتاع الحلواني لوتس هنرفك عليها وكل الحاجة استخدامها ايه وان شاء الله كل الحاجات دي هنعمل بها فيديوهات تاني ده كده بقى الحاجات اللي ايه زي الدقيق والكريمة واللبن البودرة اواريكي كل حاجة دلوقتي الاسهار طبعا كلها هتلاقيها في الفيديو بتاع الجولة اللي انا عملتها في المحل دوت كده اول حاجة ككوخم ازباني اه طبعا لو رحت اي محل هنا تجيبي منه بتاع حلواني عادي بيبقاش ازباني الاصلي لان الازباني الاصلي موجود في العتبة بس اه لكن انا جربت بتاع الوقت اس لقيته زي بتاع العتبة بالزبط ودوت لبن بودرة نيوزلندي مستورد اه تعرف اللبن ده اصلي ولا لا لأ لما تيجي تعملي بنس كفي او حاجة وتحطيه لو داب على طول يبقى ده الاصلي لو عمل كتل كده ووقف على على وش اللبن كده من فوق او نس كفي او الحاجة اللي بتعمليها يبقى ده مش اصلي دوت بقى سبونش فانيليا ده كريم جانتي اه ريتشي المتحدة الفرق بين ريتشي المحتحدة وهايبر توب ان هايبر توب دي بتعمل كمية كبيرة بس ملهاش طعمه خالص لكن ريتشي المتحدة ديت اه لها طعم غني شوية هي كانت بمية جنيه كيلو وده موس فانيليا بيستخدم بدل الكريم جانتيه في الترط وبيبقى قوامه تقيل شوية عن الكريم جانتيه وطبعا طعمه بيبقى غني جدا ده عسر كركوس برضو هنعمل به وصفات كتير كنت محتاجاه فاجبته ده فرماسيه عشان لما نعمل الكوبكيك ان شاء الله في فيديو تاني هنحطه عليه هنزين به كان فيه فرماسيه طبعا كل حاجة لولو الوحدة بس انا لقيت ده فيه الوان مجمعة فاجبته ده بقى سوس كرامل فيه منه كل الاطعمة زي ما انا وراتك في الفيديو اللي فات بتاع الجولة بس انا بص من جوه مقفول من جوه اصلا ازاها نفسها هتلاقيه مقفول ده برضو طعمه جميل قوي جبت منه عشان هنعمل بقى اكلات او حاجات حلوة نعرف نستخدمه فيها وجبت الشوكوراتة دي بقى هقولك هعمل بيها ايه دلوقتي اللي هي جولدن باك ده بقى القلب السليكون اشتريته برضو من هناك الشوكوراتة الخامدات انا هدوبها وهعمل بيها بقى اشكال بس هيكون قبل العيد ان شاء الله اه دي بقى فيديوهات بتاعت العيد اللي احنا في الاعياد بنعمل الشوكوراتات وحاجات حلوة هعمل لكم ان شاء الله الشوكوراتة بالبندق هتبقى زي الجهزة بالزبط ده قلب السليكون وممكن تدخلي الفرن بيديك نفس الشكل اللي موجود فيه في منه اشكال كتير بقى بس انا قيت ان الشكل ده قريب من الحاجات الجهزة فيجبته ده كان بعشرين جنيه. هو قال لي هو بيخش الفرن بس انا لسه ما جربتوش هو بيخش الفرن ولا لسه. هجربه طبعا واقول لكم الاول لان اي معلومة بقولها لازم اكون مجربها الاول. ده بقى ورقة الانت سفير. بيتصبع للشوكوراتة برضو يعمل اشكال. انا جبتها بقى قلت عشان لو احتاجتها في اي وصفة او حاجة تكون موجودة عندي وجهزة. ده الوان طعام. الوان طعام مع لون اخضر. وده التيب اللي انا جبته عشان اعمل به الوردة. اللي انا هعملها على الكوب كيك ان شاء الله. ده التيب وان ام. كل التيب بيبقى له رقم واسم. التيب ده وان ام. ده الكيس الحلواني دوت لقيته باربعة جنيه. هو القماش بتاعه كده يعني الخامة قصدي بتاعته عاملة زي المشمع بالزبط. عجبني اوه عشان لقيته تقيل كده وآه وجامد بيستخدم اكتر من مرة. عشان في كياس حلواني بتستخدم مرة واحدة بس. لكن ده باربعة جنيه لواحد وكبير حجمه بجير قوي. وبيستخدم اكتر من مرة. انا عندي كيسة الحلواني طبعا اللي هو القماش. آآ بس دوت بيبقى سهل شوية في الاستخدام مسلا لو هنعمل آآ كريمة او حاجة. دي الفاتورة طبعا اللي هو بيديها لك اللي فيها كل المشتريات. كل حاجة بسعرها. وان شاء الله يكون قدرت فيلك في الفيديو ده وما تنسيش من لايك والشير.